بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة المهدى احنا لازم نستمر نستمر في دعم الاسرة دعم الاسرة لان في الحقيقة دعم الاسرة ودعم للحياة لازم نفهم المفهوم دوت وليزم المفهوم دوت يفضل متكرس في حياتنا احنا خلاص يوم الحد بقى مستقر عندنا ان احنا بنشقر على الاسرة بنعمل حالة من حالات الصيانة للاسرة بنعمل كمان حالة من حالات تجريد الاسرة بنعمل حالة من حالات كمان البصيرة على الاسرة بننفذ قوله وتعالى بل الانسان على نفسه بصيرة احنا لما بصينا في الاسرة وشفنا ايه المعوقات اللي بتمنع الناس من انهم يوصلوا ويرتقوا في هرم التوافق اللي بيبتدي من التوافق إلى الرضا إلى مسألة السعادة وجدنا حاجة مهمة جدا 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 وجدنا حاجة كتير من الأزواج والزوجات هيقولوا أيوة الحاجة دي عاملة زي حاجة للعصرة اللي بتمنعنا من الوصول والارتقاء في سلم التوافق الزواجي إيه بقى الحكاية دي حاجة الناس ممكن ما تهتمش بيها بس وجودها بيفسد كتير الحياة الزوجية اللي هي إيه بقى الغموض من بين الزوجين الغموض من بين الزوجين ممكن يؤدي إلى الزنون والشكوك وبعد كده يؤدي إلى فقدان الثقة وفقدان الاحترام شوف احنا بننزل مش بنطلع وده بيخلي العلاقة الزوجية والحياة الزوجية تتشدل تحت كأننا بندخل في دوامة تاخدنا لتحت وبتخلي الزوجين يفقدوا أي مساحة للتواصل بينهم ويبقوا في حالة شقاق أيوة شقاق شقاق وعناد وسراع وهنا بيحصل شيء بنسميه صناعة العداوة يدخلهم الاتنين يعملهم ما اصنع العداوة ويبتدي كل واحد فيهم يصنع صورة للآخر هي صورة العدو فيبقى إيه اللي حاصل؟ هو قاصد يكسره هو قاصد يكسرها وهي قاصد تقل منه وهم الاتنين يرموا بعض في المخاطر وده حصل بقى لهان وإيه اللي حاصل؟ هي قاصد تاخد فلوسه فيخبي عنها الفلوس ويعمل غموض يخبيه وعنده مرتب قد إيه يخبي أي حاجة وهي طبعا قاصد تقسأ شريشه وتتهمه طول الوقت هو محدش بيسأل نفسه هو ليه؟ الطرف الآخر ليه الزوج يكون قاصد كده؟ ليه الزوجة تكون قاصد كده؟ وتتهمت متعمدة ده؟ ليه؟ عشان إيه؟ هو يقول هي قاصد كده عشان تنقص مني وهي تقول هو قاصد كده عشان يزلني ليه كده؟ لأنهما في الحقيقة بدأوا في صناعة العدوة على فكرة العدوة بتفرق من حد الحد ولذلك لازم كل واحد فيهم يفتكر أن الله سبحانه وتعالى قال ومن أهياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها ما حدش بيسكن لعدوه ما حدش بيساكن عدوه ولا بيعيش مع عدوه وجعل بينكم موادة ورحمة العدوة دي اللي بتحصل بسبب الغموض بتاخد أشكال متعددة باختلاف أنماط الشخصيات ففيه عدوة اسمها لعدوة الصارخة هدوة الصوت العالي وعدوة إزهار الغضب والحنق وإرادة الانتنقام لكن فيه دانية هدوة تانية اسمها لعدوة لإيه؟ الهدوة الملثمة الهدوة الخفية اللي هي العدوة؟ اللي هو التعدي الصامت الساكن التجاهل والعناد والمكيدة والأسف دي ممكن تسبب اضطرابات نفسية للزوجين والأولاد على فكرة الطريقة دي والحالة اللي احنا فيها دي الغموض ثم العدوة العدوة وصناعة العدوة في البيوت تعمل إيه؟ تنهش في القلوب وتخلي النفس الأمورة بالسوق هي المسيطرة وتخلي الناس تحس بإن العلاقة اتفتح عليها باب الفساد ومن دوم للحاجات اللي بتحصل لما تحصل الحكاية دي هو أنتم ملاحظين إن في حاجة حصلت مفيش حاجة حصلت هو إيه اللي حصل؟ اللي حصل اللي فيه غموض بس فبسبب الغموض ومعدم مسكن حاجة ممكن تسبب كل الكوارس اللي احنا فيها دي ييجي الزوجين بقى يقولوا إيه؟ احنا خايفين يكون فيه جن خايفين يكون فيه عفاريت وإن السبب هو الجن والعفاريت وما فيش حاجة هو كل الحكاية بس إن احنا مش عارفين بعض كل الحكاية إحنا كل واحد فينا حاسس إن هو عايش مع المجهول فإن اللي حصل؟ أنا لما بيجي لي حد في الظروف اللي زي دي ويجي يقول لي مثلا أنا زوجتي بتشتكي إن دي هي ملموسة ولا ممسوسة أقول له بقول له تعبير كده مجاز بس مش حقيقة أنت اللي مسبب لها هذا الشعور ليه طيب؟ لإن في الغالب أنا تتبعت الأمر ده بس التتبع ده مش هقدر أسميه ريسيرش مش هقدر أسميه بحث لكن هقدر أسميه انطباع إيه اللي حصل؟ ما شفتش حد مثلا واحدة بتقول إن هي عندها جنة عاشق إلا مثلا وعندها مشكلة في العلاقة الخاصة أو عندها مشكلة في الاحتواء فلازم نقول لي زوج أول ما تيجي زوجتك تتكلم عن السحر والكلام ده أعرف إن هي بتتكلم عن احتياج فلاحظت زي ما قلت لكم مسألة الجن العاشق ده بيبقى سببه فقد الاحتواء وكمان أو فقد مسألة تلبية الاحتياج ولكن إحنا لازم نفهم إن الغموض ده ما بيقفش عند هذا الحد يبقى إحنا نعرف اللي إحنا قلناه اللي انطباع اللي إحنا قلناه على إن بيكون فيه مشكلة في مسألة الاحتياج فيه احتياج غير مشبع وفيه حاج غير ملباه علماء النفس قالوا إن المخ أثناء النوم بيحقق اللي هو محتاجه أثناء اليقظ فالحاجات اللي نأصف في أثناء اليقظة بيحققها في النوم فرؤية الزوجة في الحلم إن فيه جن بيعشقها أو شيء من هذا القبيل بيعبر عن احتاجة غير مشبع على فكرة إحنا شفنا كمان الرجالة بيقولوا كده بيقولوا أنا في عندي جن عاشقة ده كله سببه إيه؟ سببه إن احنا حصل غموض وبعدين ابتدنا ننزوي بقى ده عدوي بقى دي عدوتي فابتدنا نشوف حل في مكان تاني ولما تسأل الزوجين عن العلاقة بينهم فيقولوا العلاقة موجودة لكن المهم هي نوعية العلاقة إيه؟ هي بتوصل كل واحد فينا إلى السعادة ولا لا فالزوج يقولك آه موجودة وممكن هو ليشبع منها بسهم لن تستطيع أنها تشبعش الزوجة إلا إذا كان في حالة من حالات العاطفة يا سادة الزواج في الحقيقة ده علاقة مقدسة الله سبحانه وتعالى هو الذي قال وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُهَدَّةً وَرَحْمًا ولذلك فكرينا حديث بتاع سيدنا بزار لما الصحابي جيه وقال له إيه؟ إن لأهلك عليك حق ففي حق للأهل ولذلك سيدنا عبد الله بن عباس كان يتجمل لزوجتي ويدوت كان فاهمه لقوله تعالى وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّا بِالْمَعْرُوفِ فعشان كده العلاقة الخاصة ساعد بيستخدمها الناس في الصراع دي كأداة فمثلاً الزوجة وكأناة بتقوله خد اللي أنت عاوزه فيقولها طب قاديني خدت اللي أنا عاوزه وده سببه إيه؟ إن إحنا قاعدين حتى الأشياء المهم نكون واضحين فيها إيه اللي حاصل؟ يكون مليئة بالغموض وغموض في الحياة الزوجية في كل تفاصيله بيخل الحياة الزوجية تبقى حياة واحد كأنه عطشان ومحروم والتاني في إيده المية ومش راضي يسئيه وعشان كده بتحصل ممارسات غير الصحيحة فيحصل بقى تجسس من الزوجة ومرأبة ويحصل من الزوج شكوك وزنون وقصص حكايات كتيرة وسنوريوهات ممكن تكبر في دماغ كل واحد فيهم ويتعامل على أساسها وساعات بتوصل للهلاوس السمعية والبصرية عند الزوجين ولو كان الزوج هو اللي بيتم التجسس عليه من زوجته يشعر أنه منتهك وغير مقدر ويبتدي يمارس العنف معاه عالده مبرر؟ لا مش مبرر احنا عندنا العنف بكل أشكاله ممنوعة ومالده ايه؟ ده مفسر بس احنا نفسر مش بنبرر والزوجة ايه اللي حصل؟ ممكن تمارس العنف على قد استطعتها زي العنف المعنوي أو اللفظي وبعض الأحيان بيبقى فيه عنف جسد ايه ده؟ هي مسألة كبرت كده ليه؟ أهم احنا فاكرين انه غموط دوت عبارة عن ايه؟ عبارة عن كل واحد بيخبي لا انت لما بتخبي انت مش بتخبي الحاجة اللي انت بتخبيها انت بتخبي نفسك وبتحط حاجز وبتحط معوق بينك وبنشريك حياتك واكتر حاجة ممكن تخلي الناس يقوى في المشاكل دي وتكبر هي مسألة عدم التفقد ايه عدم التفقد ده؟ ايه اللي بيحصل؟ انه بيحصل غموط عشان احنا ما بنتفقدش بعض ما بنتفقدش بعض يعني ايه؟ ما بنسألش على بعض ما بنقربش من بعض في كتير من الاحيين احنا اللي بندفع مش معنا كده ده مبرر بندفع الاخرين ان هم يحاولوا يتعرفوا علينا بطرق ما بتكونش سليمة لان احنا منكونش واضحين وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا قيمة التفقد فكان يقول لي السيدة عائشة ان حبك في قلبك العروة الوسق فمن وقتها من وقت ما حضرت النبي قال لها كده السيدة عائشة من وقت للتاني تقول له وما حل العروة يا رسول الله يقول لها كما هي يا عائشة وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان بيعلمنا ان احنا نتفقد زي ما كان رسول الله عليه وسلم بيتفقد اصحابه اعلقت بقى التفقد بمسألة عدم وجود الغموض هو ايه اللي فقده شريك حياتك لما بتكون غامض انك تكون قريب منه لما بتكون على مقربة منه وبتكون عايش معاه وبتكون قريب منه في بعض المعلومات ما بيبقاش محتاجها ما هو شايفك شايفك وانت بتصرف فكتيب للازواج والزوجات فكرة اللي هي تعرف قدي ايه بتقبض هتكون سهلة اذا كنتم تقريبين مع بعض وبتتشاركوا في الصرف ليه ما هو اكيد عارفة ان الفلوس اللي بتتصرف دي كتير قوي فمش هتبقى محتاجة ان هي تعرف ده وعشان كده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دايما لما كان قريب من السيدة خديجة كان بيعتبر السيدة خديجة في مكان عالي اوي ولذلك هو كان بيعتبرها من اكتر الناس اللي هم رعوا قلب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفضت العلاقة بينهم علاقة متجزرة وقريبة وقعد يحكي عن هذه العلاقة لما السيدة عائشة قالت له لقد أبدلك الله خيرا منها فحكى لها عن مواقف السيدة خديجة ازاي كانت قريبة منه يبقى ان الواحد يتفقد شريك حياته فشوف كان بتفقد حضرة النبي فوصل ان هي تعمل معا ايه لقد صدقتني حين كذبني الناس وواستني بمالها حين منعني الناس فوالله لم يبديني الله خيرا منها الزوج لما يكون قريب من زوجته ويكون مشارك لها في كل حياتها ايه اللي حصل دي طريقة عبقرية في مسألة ترك الغموض لكن كل ما بيبعد الزوجين كل ما الغموض بيزداد الغموض ده يا سادة احنا لازم نتعامل معه وتعامل مباشر ايه اهم الاجراءات اللي ممكن نعملها عشان نتخلص من الغموض اول حاجة لازم ببساطة خالص عشان نتوقف عن فكرة الغموض لازم اول حاجة نعملها اول حاجة نعملها عشان نتخلص من الغموض ان كل واحد فينا ببساطة يكون بيحكي على قد ما يقدر الاشياء اللي هي ممكن تكون منطقة مهمة عند يشريك حياته يعني من المناطق المهمة ان الزوجتك تعرف انت في الدرجة الكام في الشغل فلازم تحكي عنها ولازم تبقى عارفة ان انت في الدرجة دي لما تترقى لازم تقول لزوجتك طبعا كتير من الناس بيخافوا يقولوا لزوجاتهم انهم ترقوا عشان ما تجيش تبقى المتطلبات بتزيد كتير من الناس كمان الزوجات كمان لازم تقول لازواجهم في بعض الاحيين انا شفت حاجات كتيرة غمضة الزوجة تكون محتاجة حاجة فتروح تشتريها وما تقولش لزوجها ما تقولش لزوجها ليه لان هي خايفة ان دوت يسبب مشكلها يعني انت جبت منين ما انت بتحويش ما انت عارف ان هو انت بتحويش الكلام ده كله الغموط ده بيخلي البيوت تشتعل يبقى خلينا نقول المناطق المهمة الزوج بيهتم بالمال الزوجة بتهتم بالمال ارجوكم خلوكم شففين طب الزوج بيبقى عنده مشكلة ايه المشكلة اللي عنده المشكلة اللي عنده اللي المطالبات هتزيد فالمطالبات اللي 하루 هتزيد هو هتبقى عنده مشكلة طب ونعمل ايه خلينا نكون واضحين ان الوضوح دوت مش هيخلينا نقعة في كل هذا هذه الأمور حاجة كمان مهمة جدا جدا تخلينا نتخلص من تبعات ده إن احنا نتوقف عن كل أنواع الصراع نتوقف عن ألفاز الخارجة نتوقف عن الإهانة نتوقف عن تقليل من بعض الحاجة المهمة جدا 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 كمان إن احنا نتوقف عن كل أشكال التنمر وكل بلاش الأرش الرخيص اللي أسف بنستعمله فيكون مؤذي جدا للزوج والزوج حاجة التالتة إن احنا نستعين باستشاري في العلاقات الزوجية لو إن احنا وصلنا إلى حد إن الغموض خلانا مش عارفين بعض ولا شايفين بعض لإن دوت عيحتاج لإعلاج زواجي ممكن نوصل به إلى حل الأمور دي وممكن تشرفونا في مركز الإرشاد الزواجي في دور الإفتاء المصرية لازم كمان آخر حاجة نزيل التراكمات عن طريق المصرحة والمعتبة ونكون كمان في مفيش مانع أن احنا نقول ونكون مع بعض في معتبة محسوبة ولازم نصنع كمان ذكريات سعيدة عشان الذكريات السعيدة دي هي اللي هتقوم بقانون الإزاحة فتزيل الغموض وتخلينا عايشين حياة مليئة بالنور والبركة فاصل ونرجع نكمل معكم كلامنا عن كمان السعادة إزاي تتصنع لما ننفي ظلمة الغموض وكمان نتلقى أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وتفضل جسر منور وإحنا بنتلقى أسئلتكم ونظل في مجلس العلم مع حياتنا وأنوارنا وإزاي نعنعيشها بأنوار حضرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بس خلينا قبل ما نروح لأسئلة حضراتكم مباشرة أذكركم إن إحنا كنا نتكلم النهاردة عن حاجة ما تستهينوش بيها لو سمحت اللي هي فكرة الغموض فكرة الغموض دي لو فضلت كده هتبقى عندنا مشكلة في ملفات مهمة جدا 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 الملفات المهمة والحساسة دي لازم نقعدوا نتكلم عنها زي ملفات علاقة الرجل بالجنس الآخر وعلاقة المرأة بالجنس الآخر لابد إن إحنا نتكلم عنها ما ينفعش يبقى فيها جموض زي القضايا المالية زي قضايا الأهل لازم نتكلم فيها باحتفاظنا لخصوصية في مسألة العلاقة الزوجة بأهلها واحتفاظ الرجل بعلاقته بأهله لكن ما ينفعش إن إحنا نفضل عاديين بنرسم صور صور وحوش بتتكالب وبيعملوا حاجات من ورايا لا لازم نوقف ده كله بإن إحنا نتكلم بعقل وبحكمة ولازم كمان نتوقف عن أي أشكال الصراع والألفاظ اللي بتشتمل على الإهانة وبتشتمل على التقليل لازم كمان نستشير خبراء إذا كانت المسألة وصلت بنا إلى حد إحنا مش قادرين نتواصل فيه لازم كمان وإحنا بنتكلم في ده يكون عندنا شيء مهم جدا 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 إن إحنا نزيل التراكمات بالمصرحة والمعتبة لو وصل الحال ولازم في الآخر نبتدي نصنع ذكريات جديدة عشان إن الحسنات يذهبن السيئات ونبتدي أول سؤال مع الأستاذة مريم من الأسكندرية أستاذة مريم أستوى عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم وفضل الحمد لله أتفضلي أنا اتطلقت ظلم طيب أنا اتطلقت من غير أي سبب طيب وانا عارف يعني أنا جوزي تغصب على كده وهو بسمع كلام أهله وانا هو يطلقني يعني هو يطلقك وسمع كلام أهله فطلقك بغير سبب بغير أستاذة مريم أستاذة مريم وطبعا أنا مكنتش بعمله مجرم معاملة حسنا أنا بس يش كنت عايزة أسأل بس فضلي هم عليهم ذنب ولا كده يعني أنا كده لي حق عندهم أقول لحضرتك أنا أنا مش أدرة حزب العلي هو أنا مش أدرة لأن لأنه هو يعني وبعد ما اتطلقت لك اكتشفت أن أنا حامل كمان يا سيف يعني قال مني ورمعي عشان تحت مصنبع بغير الأس أكلم حضرتك أكلم حضرتك يا أستاذة مريم في كل ده بص يا سيد خلينا بس نقول لأن إبليس بيفرح قوي قوي باللي بيفسد الحياة الزوجية ممكن تكون أنت وجهة نظركم من الاتنين دولا ما ينفعوش لبعض أرجوكم يحتفظوا بوجهة نظركم لنفسكم هم من حقهم يجربوا ده حياتهم وإنتوا دولا مش ممتلكاتكم أولادكم مش ممتلكاتكم فاتقوا الله في أولادكم إحنا يا سادة أنا بأقول لكم إحنا لابد بشكل واضح لابد يحصل تأهيل للوالدين عند زواج أولادهم إحنا عندنا مشكلة جديدة مشكلة جديدة إن الأهل مزي زمان بيدعموا الزواج دلوقتي الأهل بقوا معبئة على الزواج بيتصرفوا تصرفات ما بتكونش داعمة للزواج يعني محدش يجي يقول لي يعني أنت كنت راضي إن المرأة تتدرب وتروح لجوزها وترجعوها تاني أنا محدش قال كده خالص عشان بس النفس الأمر بالسوق ما تفهمش كلامي غلط أنا بقول اتقوا الله الناس فليقوا الخيرا أو ليصمت اللي مش قادر يتدرب أرجوكم أيها الأباء والأمهات لو سمحتوا نتدربوا إزاي تدعموا الأسرة الجديدة وأنا هفضل لغاية ما يبقى في بلدنا هنا تدريب للزوجين للوالدين تدريب للوالدين للأب والأم إزاي يدعموا الأسرة الجديدة لكن واحدة بنت مش عارفة إيه زنبها ولا هي عملت إيه آه أنتوا شركاء في الظلم إذا كانت طلقها بغير سبب وإنتوا أعنتوا على الإسم والعدوان إذا هو طلقها من غير سبب أنتوا معتدين فاتقوا الله سبحانه وتعالى هتوقفوا قدام ربنا لو مش عاجبك شكلها مش عاجبك طريقة كلامها ما توصلش إن انت تهدي لها بيتها انت ترضى إن أولادك يتعرضوا لهذه المهانة أو يتعرضوا لهذا الخطر اتقوا الله يا جماعة اتقوا الله في أولادكم اتقوا الله في أحفادكم ما ينفعش إن انت تقول أعز من الولد ولد الولد وبعدين تيجي تعمل كده في أولادك في أولاد ابنك تخرجهم في أسرة غير مستقرة فاتقوا الله سبحانه وتعالى أما يا بنتي فهو ما ينفعش يطلق يطلقك ويطلق الأولاد لا ده واجب عليه إن هو ينفق عليهم وواجب عليه كمان إن هو يرعاه ولو إنه الظاهرة الخبيثة التي ظهرت إن الراجل يطلق العيال اللي يطلق الأولاد دي دي ظاهرة خبيثة وأنا بقول لكم إلا يساعم في نشر هذه الظاهرة الخبيثة هياخد اسمه واسم من يفعل مش له فاتقوا الله سبحانه وتعالى الأولاد ما بيتطلقوش الأولاد بيرعا ولازم الناس تفهم كده انت عليك إن انت تنفق على أولادك حتى لو طلقتهم مهم دي حاجة من بداهيات الحياة ومن بداهيات هذا الدين فاتقوا الله سبحانه وتعالى أستاذ طارق من أسيوت أليس سلام عليكم اتفضل يا أستاذ طارق أهلا بك يا دكتور السلام عليكم عليكم سلام عليكم على فكرة أنا في الحقيقة مثل هذه الظواهر قبل ما تكلم أستاذ طارق أنا مع حضرتك بس مثل هذه الظواهر كفاية لإنها بتوجع القلب يعني أرجوكم يا أباء يا أمهات لو سمحتم على رسلكم بالراحة شوي بالراحة على البيوت بالراحة على الأولاد أولاد أصلا مش مؤهلين للجواز احنا عملنا المبادرات عشان نآهل المقبلين على الزواج عشان الأولاد مش مستعدين فما تزودوش كمان واجع الأولاد وتدوسوا عليهم كمان فواحدة واحدة على أولادنا الله يكرمكم عشان نقدر المجتمع يتعافى أستاذ طارق أستاذ طارق من أسيوت تفضل أستاذ طارق أهلا بك يا دكتور أهلا بك الله يبارك في حضرتك يا فانت يا مرحبا بك كل حلقة بتعلم منك الله يرضى عنك ربين يزيلك المبادرات ما شاء الله عليك يعني ما شاء الله عليك واستأذنك يعني كان الموضوع أنه يرضى جميل جدا بس نحط عليه 900 خطو 900 فكرة يعني يتتكرر ويتفهم منها يعني زي ما حضرتك بتقول يعني المصداقية لازم تبقى موجودة ما بين البيتين يعني ما تزعلش مني حضرتك ومراتك ما يجيش أنت هتخبع على مراتك معلش معزرة وهي هتخبع عليك معلش أنت مش متجوز كأجار حضرتك أنا مش الراجل مش من الدنيا هي هتعرف إيه اللي كان بياخده يوم يوم القيامة لما هتقف قدام ربنا أنت ما واخدهاش كده إيه فسحة أنت وهي فأنت الراجل والست تمام أنت مش مقجرين شقة على فكرة أنت مش مقجرين شقة مع بعض ولا أنت مع بعض في المدينة الجامعية يعني أنت مش مع بعض في المدينة الجامعية بالضبط كده اللي أنا عايزة وصله وتأمنى أن حضرتك تطلع من النقاط دي بنقاط كتيرة عشان خطر الحاجات زي ما زي ما كل شوية تاني أنا بزعل والله يعني تعرف أنا لما بلاقي مشاكل كتير وكل يوم والتاني واحد يطلع يتكلم بمشكلة ولا واحدة تطلع بمشكلة أنا ببقى زعلان النقطة دي فبالله عليك يعني خلي الحوار ده حاط مستمر على راسي عندي حديك سؤال والستس طريق نعم عندي حديك سؤال آه أنا هكمل بس الساعدينك بحطتين صغيرين فبالله أتمنى أن يكون في خطب الجمعة يعني كلنا حفظين كلنا عارفين وكلام ده بس يكون في خطب الجمعة حاجات زي دي حاط بجد صدقني لأن الراجل والست والصغير قاعدين وشايفين واللي مقبل على الزواج شايف وسامع عشان خطر لم يجي يبقى عنده فكر فذكر فإن الزكرة تنفع ايه المهمين صح كده يلا يا سيدي دي الحتة التانية السؤال سؤال سؤال يا ربنا نسلح الحال يا رب بص حضرتك بالنسبة في حاجات دلوقتي للأضحية تمام يعني فيه سكة كده في الأضحية يقولك أنا هديك الأضحية قص هل ده جائز يعني أنك انت تاخد مثلا ايه السبع مثلا السبع بتاعك أنك انت يدهولك على قص طول مرحلة السنة هل ده جائز بس أتأذينك يعني في النقطة دي وإحنا داخلين على شهر كريم يعني فنتمنى أن تفاصيل الحاجات كلها تبقى واضحة حاضر يا سيدي حاضر بصوا جماعة إحنا خلينا بس نقول أو أنا باشكر الأستاذ طارق على هذه الجزء الأولاني من المكالمة وأكمل على سؤاله اللي أنا عايز أقوله بس ببساطة خالص أني لازم نفهم أني فكرة الغموض دي مش باب من أبواب الراحة فكرة الغموض هي فكرة الجلوس في الظلام لازم نفهم كده اللي بيمارس الغموض هو مش بيرتاح هو قاعد في الظلم إلا لما يخرج بالضلم ما بقع يشوفه ربنا بيوريكم فعشان كده بلاش الغموض نرجع بقى لسؤال الأستاذ طارق الأستاذ طارق بيقول حاجة مهمة جدا 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 أنا عايز أفهم بس أقول حاجة أنا هتكلم على الفتوى هتكلم على الحكم بس هتكلم كمان على إطار هذه الفتوى إطار هذه الفتوى أنا عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا جدا أي حاجة أي مال بتصل إليه وتحصل عليه أنت أو أي خدمة بتحصل عليها أنت عن طريق أن حد بيجيبها لك وإنت بتقصد تمنها دي جائزة يعني إذا كان واحد عايشتري لك حاجة وهيقصط لك تمنها دي جائزة الكوبية دي التابلت ده الترابيزة دي كل حاجة حد هيشتريها لك ويقصط تمنها دي ما فيهاش حاجة حتى على فكرة حتى لو كان هو مش شغال في ده لأن في الآخر خالص هو قادر على أنه يسلم لك ده ولا ما يسلموا لكش قادر قادر على أنه يسلم ده فأي حاجة هتكون بالقصد في أي حاجة في حياتك دي جائزة بيكون بقى السؤال فين تبافرد هو مش شغال في الموضوع ده حتى لو مش شغال في الموضوع ده ويشتري لك ده ده اسمه بيع بالقصد فإذا كنت انت هتاخد ده ويقصط لك عليه قصط لك عليه شهر شهرين ثلاثة أربعة مفيش مشاكل فالبيع بالقصد جائز البيع بالقصد جائز جائز في كل شيء يبقى البيع بالقصد جائز في كل شيء واضح؟ واضح أنا بقى عايز أتكلم في إطار شويتين ثلاثة في إطار مهم جدا 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 أنا لا أحب الإغراق في الديون يعني إيه لا أحب الإغراق في الديون إحنا عندنا فكرة الاستطاعة يعني الشخص إحنا عندنا الأطحية سنة مؤكدة الأطحية مالها سنة مؤكدة وأنا لا أحب إذا ده جائز ولا مش جائز جائز بس خلاص الحكم هو أن ده جائز خلاص أنك تشتري ده جائز ليه طيب؟ لأن أي حاجة تستلمها وتدفع تمانها وتدفع دمانها مقصطا فده جائز فالبيع بالقصد جائز طيب إيه اللي أنا عايز أتكلم عنه؟ لو سمحتم إحنا الآن لازم ندير احتياجاتنا لازم ندير احتياجاتنا فأنا شايف إن إحنا نفكر بعد كده في إمكانياتنا والله سبحانه وتعالى إذا كانت دي إمكانياتنا فالله سبحانه وتعالى إذا كنت أنا مش قادر سيعطيني الثواب وكأني قادر فأنا عايز أعمل إيه؟ ما ينفعش إن حد يستدين هنا ويستدين هنا ويستدين هنا ويستدين هنا عشان هو لازم يعمل اللي كان بيعمله هو قادر على تفع دامن فأنا عايزنا نفكر شويتين ثلاثة في الرشادة في كل شيء في الرشادة في كل شيء وإياكم في المسألة الأغراخ في الديون أنا ليه قلت كده؟ لأن السؤال اللي بيقول له أستاذ طارق وكأنه عنده حاجة هو ما أقدرش يقولها لي إيه الحكاية؟ إحنا كل حاجة كل حاجة نستدين فيها كده فأنا عايزكم بس نعيد التفكير مرة تانية آه صح ده جائز لكن نعيده تفكيركم في الاستدانة بشكل واضح لأن الوقت عندنا اللي إحنا فيه دلوقتي مش وقت توسع في الاستدانة ده مهم جدا لكن وقت إيه؟ إدارة للموارد يعني فيه حاجات أنا أنا تنازل عنها وفيه حاجات مش هنقدر نعملها يعني فيه ناس كانوا بيعملوا عمرة كل سنة نصحتي إن هم يحفظوا على أولادهم أكتر يحفظوا على تعليم أولادهم أكتر مش هو يصر على إنه يروح لعمرة وأولادهم محتاجين إنه هو فيروح يستدين لا 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 نعيد هيكلة نفقاتنا مرة تانية لإن الوقت ده وتمحتاج ده جدا 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 السيدة محمد من القيارة تتفضل السيدة محمد تتفضلي السيدة محمد من القيارة تتفضل سيدة محمد عبل متيجي عبل متيجي يا ستة محمد عبل متيجي وقت التلفزيون واسمعيني من تلفون الله يبارك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هتكون يوصلت إلى غات مي زي حضرتك. طيب. تفضي. علي. الحمد لله. ربنا احجازك خير ان شاء الله يا رب عننا. طيب تفضي. ايه. انا عمي حاجة كده غريبة. تفضي. انا متجوزة بالي سباتاشر سنة. طيب. اه ابني يعني ابني كبير ابن عمي سباتاشر سنة. طيب. يبقى انت بتجوز من تمنتاشر سنة. اه. طيب. اه جوز بقى فيه حاجة مشكلة يعني عنده. ايه? عايز اتجوز. عايز اتجوز. عايز اتجوز. كده عايز تجوز تلاتة ولا هو عايز يعني بيكرر انه عايز اتجوز على طول. يعني يعني احنا احنا بص يا دكتور احنا بيننا وبين بعضينا بصراحة. طيب. احنا بيننا وبين بعض صراحة متناهية. انتي وجوزك يعني. اه. اصحاب يعني طيب السؤال فين بقى طيب فين السؤال السؤال ان انت قلتلك اتجوز وروح اتجوز انا بقى لي 17 سنة ما بفتحش تليفون جوزي ولا بفتحش فيه ولا بفتحش في محفظته ولا بقوله انت رايح فين ولا جاي منين ولا بفتحش في البيت اساسي الخلاصة فتحنا التليفون اسمعي بس يا اسمعي يا امم حمد الخلاصة فتحنا التليفون ولقينا فيه حاجة لا ماشي لقيت مكالمات طيب فين السؤال السؤال ان هو انا منساك ما اتجوز وخلاص واتكلمت واترانا مش هتطلق انا اقعد معيالي طيب انا معي ولدين كبار طيب هقعد معاهم انا بس ما تجيش هنا انا مش حاجة ايوه يعني هو السؤال بتاع حضرتك هو انا من حقي ان انا اقول له افضل مراتك من غير علاقة خاصة ده سؤالك لا حضرتك انا بقى يعني انا دلوقتي احنا هنا في البيت عايشين اموات طيب يا امو محمد يا امو محمد ربنا يحييكم في حياة سعيدة ممكن تقوليلي سؤالك ايه لو تكرمتي سؤالي انا ما اعمله ايه تاني اكتر من انا قلت له خلاص وروح اتجوز طيب حسن الولاد حسن بتغييره حسن الولاد حسن انه هو ساكت وما بيتكلمش ما بيقعدش في وسطينا سنه 45 سنة نعم سنه 45 سنة ولا كم سنه كان سنه 42 سنة ايه طياطة 40 سنة في الحدود دي طيب هو طيب خلاص انا اجاوبك انا اجاوبك امو محمد انا اجاوبك حاضر اقولك تعمل ايه بصوا يا سيدة احنا عندنا شوائط حاجات كده انا ما بحبش حاجة اسمها ازمة منتصف العمر محبش اسميها كده لكن بسميها يعني مرحلة اختبارات منتصف العمر مش ازمة ولا حاجة الراجل عنده 40 سنة وهو حاسس ان الحياة وبعد ال40 الحياة بتتغير كلها بتغير ايه بتغير جسديا بتغير فكريا بتغير زينيا اسوأ حاجة بقى ان يكون الواحد يدخل المرحلة دي وهو مش عارف هو يعمل ايه ولذلك رسول الله سبحانه وتعالى قال بل الانسان وعلى النفسه بصير وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ من صحتك لمرضك ومن شبابك لهرمك هنا بقى هو ده وتبقى مربط الفرص انه كان لابد ان هو يستعد للمرحلة دي المرحلة دي مرحلة بيبقى فيها الوان من السعادة مختلفة هو ايه اللي حصل بيحصل للرجالة والستات في الوقت ده حاجة بيحس بيها ان عمره فات لان هو ايه حاسس ان السعادة واللزة والمتعة اللي هو عملها عدت والرجالة عندهم مشكلة شوي ايه المشكلة ان هو بيحس ان هو دلوقتي بقى عنده الامكانيات اللي تخليه يعمل اختيارات احسن من الاختيارات اللي عملها زمان اه يا سيدي انت ممكن تعمل الاختيارات دي بس انت بتعيش في اطار اخلاق في اطار منظومة من القيم انت لو عملت ده انت لو عتروح تتجاوز حد اسرع منك سنا عشان انت عندك فرصة افضل او عتروح تتجاوز حد تاني بس انت ضامن ان انت ما تظلمش طب انت ضامن ان انت تقدر توفي طب ضامن ان انت تقدر تراعي اولادك طب لو مش ضامن بتعمل كده في نفسك ليه عشان اعتعد فترة سنة ولا اتنين وتفضل ترجع تاني تلاقي الجواز الجديد مش بالمشاكل الجواز الجديد بالمسئوليات والمسئولية هو اثبات لمعنى الرجولة فانت لو كنت هربان من الجواز ده عشان في مسئولية انت سمتها ضغوط وبعد ما سمتها ضغوط سمتها كبسة على نفسك المسئولية يا سادة عنوان للرجولة ولزاك حضرت النبي قال كلكم راعي وكلكم مسئول عن رعياته فدي رجولة فاللي انت بتعمله ده وتهرب منه عايز تروح ترتاح مع حد تاني فانت كده وكأنك بتهرب من مسئولياتك بتهرب من معنى الرجولة فانا رأي ان انت واحدة واحدة ارجع لأولادك وحاول تعيد المسألة مرة تانية ويريد تكون سمعني وانا بقول كده لكل حد وانا بقول كده لكل حد بيحاول بقدر الامكان ان هو يفكر في الفترة دي الفترة دي محتاجة نكون مستعدلها ونهدى شوي محتاجين ان احنا نوسع في استخدام مهاراتنا وقدراتنا محتاجين ان احنا نبص للحياة بشكل تاني محتاجين ان احنا نكون اكثر حكمة مش محتاجين ان احنا نبحث عن المتعة لما نعمل كده حاجات كتير هتتغير في حياتنا يا سيد احنا النهاردة تكلمنا عن حاجة مهمة جدا جدا تكلمنا عن الغموض ارجوكم الغموض لا يأتي بخير وكذلك لازم نكون فهمين ان الغموض مش معناه ان احنا مبقاش فيه خصوصية لكن الخصوصية لا تعني ان كل حياتك خصوصية الخصوصية تكون في الاشياء اللي بتطلبت باشخاص اخرين لكن لما تكون خصوصية مرتبطة بنفس حياتكم فيه حيات كتيرة جدا جدا لازم نكون شفافين وواضحين فيها تعالوا نتعامل بوضوح عشان كل واحد فينا يرتاح قلبه يرتاح باله ونكون في اسعد ما يكون كل ما نتعامل مع بعض ونبعد كل البعد عن الصراع وعن الاهانة وعن التجريح كل ما احنا عن نكون افضل ما تحاولش تحمي نفسك من زوجتك لانها مش عدوتك وما تحاولش تحمي نفسك من زوجت لانها مش عدوك اتعاملوا مع بعض بوضوح مش هتحتاجوا لا للدروع ولا هتحتاجوا لكل ادوات الحماية اللي انتوا بتستعملوها كونوا قريبين من بعض كل ما القلوب بتكون قريبة من بعض كل ما بنقعد مع بعض اكتر كل ما بنتكلم كل ما بنتحاور كل ما بنخرج مع بعض كل ما بنكون قريبين من رحمة ربنا قلوبكم دي عبارة عن كقوس ربنا يحط لكم فيها المواد دا والرحمة فما تقفلوش الكقوس دي بالغموط خلوها مفتوحة عشان ربنا سبحانه وتعالى عيمدنا ويزيد مدده علينا لما كل واحد فينا يكون عايز يريح شريك حياته ويجبر بخطره ويجبره بخطر بعض مبلاها الغموط لأن الغموط دا باب من أبوال موت القلوب يا رب احمي قلوبنا يا رب وكمان املى قلوبنا يا رب بالرحمة والمواد دا وخلينا دايما من أهل جبر الخواطر وخلينا نرى أن الغموط ظلمة وأن الوضوح والاقتراب نور فيا نور نور قلوبنا وحصن بيوتنا بكرمك ورحمتك يا رحيم يا كريم يا رب العالمين